أكد رئيس بعثة مملكة البحرين للحج الشيخ عدنان القطان أن البحرين ستلتزم بالعدد المحدد لها والبالغ 4625 حج بحرينيا ومقيما دون استثناءات وأكد القطان على أن السعودية متمسكة بما يخص بالتصريح حيث أن أي حج سيخرج من البحرين بدون تصريح سيعرض نفسه للمساءلة من قبل السعودية داعيا جميع الحملات والحجاج إلى ضرورة الالتزام بأخذ التصريح والتأكد منها قبل الخروج من البحرين وقال إن البحثة انتهت من جميع الاجتماعات التنسيقية مع المملكة العربية السعودية ولكنها على تواصل دائم معها لتوافيها بآخر التطورات والتعميمات والتغيرات الجديدة لتكون البحرين على أتم الأسعداد وأكد أن المساحات المخصصة للحجيج البحرينيين في المشاعر لن تتغير لافتا إلى أن 58 حملة برية وجوية ستنطلق من البحرين في أيام الحج على دفعات وفي حين أن 130 عضوا من البعثة سيسافر مع الحملات بمختلف اللجان سواء الطبية أو الإدارية أو الأمنية وكانت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمر أعلنت أن آخر موعد للانتهاء من إجراءات توثيق جميع العقود وتكوين حزم الخدمات عن طريق المسار الإلكتروني هو يوم الثامن من أغسطس المقبل وأكدت أنه لن يقبل أي إجراء بهذا الخصوص بعد التاريخ المذكور ترجمة نانسي قنقر